موسيقى تتكون حقنة الدواء جاهزة التعبئة من ثلاثة أجزاء غطاء الإبرة ويشمل جسم الإبرة وطرفها وذراع الإبرة وثالثا الدواء خطوات الحقن اكسر القفل واخرج الغطاء البلاستيكي من الإبرة أخرج الغطاء المطاطي الصغير من الحقنة ربما يحتاج إخراجها لبعض القوة قم بتركيب الإبرة في الحقنة كما هو موضح في هذه الصورة لا تترك الإبرة من غير وضع الغطاء الخاص بها يمكن حقن الدواء فقط في الأماكن الموضحة في هذه الصورة قم بتغيير مكان الحقن في كل مرة تحقن فيها الدواء قم بتطهير منطقة الحقن باستخدام المسحة الطبية أمسك الحقنة باليد التي تريد الحقن بها واستخدم اليد الأخرى بإمساك الجلد المخصص للحقن بالشكل الموضح في هذه الصورة أمسك الحقنة كما تمسك القلم ثم ادخل الإبرة بحركة سريعة وبطريقة عمودية أو بزاوية 45 درجة بعد إدخال الإبرة قم بسحب ذراع الحقنة قليلا إلى الخلف إذا لاحظت خروج دم داخل الإبرة لا تقم بحقن الدواء لأن الإبرة دخلت داخل وعاء دموي ماذا تفعل في هذه الحالة؟ قم بإخراج الإبرة من الجلد وأعد الحقن في مكان آخر إذا لاحظت عدم خروج دم داخل الإبرة قم بضغط ذراع حقنة حتى يتم إدخال كل الدواء الموجود داخلها يوجد غطاء بلاستيكي للإبرة داخلها موضع بطريقة غير مرئية وذلك لحماية المريض من الوخز الغير مقصود بعد الاستعمال ولن يخرج هذا الغطاء حتى يتم حقن كل الدواء أخرج الإبرة من الجلد مع الاستمرار في الضغط على ذراع الإبرة ثم ترك دراع الإبرة ليخرج إلى الخلف هذه الخطوة تسمح لدخول الإبرة داخل الغطاء البلاستيكي الموجود داخل الحقنة وأخيرا ضع قطعة من القطن أو الشاش على منطقة الحقن لمدة خمس ثواني تخلص من الحقنة مع كمية الدواء المتبقية في المكان المخصص لها تستخدم الإبرة مرة واحدة فقط عزيز المريض إن استخدامك لهذه الحقنة بهذه الطريقة سوف يمكنك من الاستفادة الكاملة لهذا الدواء وتلاف الأضرار الجانبية بإذن الله مع تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل